السلام عليكم و أهلاً بالجميع معكم عمرو موسى من قناة جاوي أهوة مكينة الأهوة ديديكا من ديلونجي أثبتت وجودها ضمن فئاتها السعرية المتوضعة عشان كده نلاقيها منتشرة ولها مستخدمين كتير سواء موجودة عندهم فعلاً أو بيفكروا لسه أنهم يشتروها وفيه طبعاً ناس كتير وجهتها بعض المشاكل في الديديكا أو حتى أخطاء في الاستخدام خاصة الناس اللي لسه شارية المكينة ومعندهاش لسه خبرة في التعامل مع المكينة أو التشغيل عشان كده حبيت إن حلقتنا اليوم تكون مناقشة عن بعض المشاكل البسيطة اللي ممكن نحاول نبدأ فيها أو نبدأ في حلها قبل ما نروح للسيانة أول لما بشتري المكينة المفروض أن أنا بخسلها قبل الاستخدام فيه ناس كتيرة مش عارفة إزاي تخسل المكينة هنعبي تانك المياه كامل على علامة ماكس طبعاً مياه صالحة للشرب وهنركبه في المكينة وأنا بركبه لازم أضغطه لتحت كويس وأتأكد أنه أركب مكانه هسمع صوت تاكك بعد ما أركبه هحط أي حاجة تحت الستيم واند وهلفه مفتاح التبخير بحيث أنه ينزل مياه كيني بنزل مياه سخنة لازم أخد بالي أن كل ستين ثانية لازم أوقف المكينة وارجع شغالها تاني وقبل ستين ثانية لازم أوقف المكينة وممكن برضه أنزل مرة أو مرتين أو ثلاثة من السنجل أو من الضبل أنزل منها مياه هعبي الخزان مرتين وانزله مرتين يبقى أنا كده جسلت المكينة ودي الطريقة الصحيحة اللي المفروض أبدأ بيها قبل تشغيل المكينة المشكلة الثانية واللي الناس اشتكت منها كتير أن المكينة مش بتنزل قهوة السبريسو يعني هو لما بيعبي البسكتبول وبيركبها وبيضغط على السنجل أو الضبل مفيش قهوة بتنزل المشكلة ديت لازم ندور على كذا حاجة أول حاجة هنبص عليها التانك فيه مياه ولا لا تاني حاجة التانك راكب مكانه مظبوط ولا لا لازم لما راكب التانك بعد ما عبيه مياه اسمع صوت تكا لاحظوا معي أنا هنا حطيته هضغط عليه كويس لحد دا ما اسمع الصوت دا بس فيه صوت معين هاسمعوا لو في الحالة دي اسمعوا معي سمعيني الصوت دا صوت تكتاك عالي قوي او صوت تخبيط عالي في المكينة ومفيش مياه بتنزل في الحالة دي كل اللي هعمله ان انا هتأكد ان فيه مياه في الكزان لو فيه مياه هتأكد ان هو مضغوط لتحت وعمل التكا دي بعدها هشجل بدأت المكينة تسحب مياه وتنزل مياه او تنزل الاهوة البن البن لو ناعم خالص خاصة اللي هي طحنة التركي مش هينزل اي قهوة من المكينة او هتنقط او هتنزل كمية قليلة يبقى لازم اول حاجة اتأكد من درجة طحن البن تاني حاجة لازم اتأكد ان البسكت نظيفة مش مزدودة ممكن بعد الاستجدام لفترة وعدم الجسيل كويس البسكت عندي المسام بتاعتها تنسد في الحالة ديت انا اقدر اسلكها بابرة رفيعة جدا واحدة واحدة وعلشان اتأكد ان العيب منها هشيل البسكت وهركب البلتفيرتر لوحده او ممكن ما اركبوش خالص وهشغل على السنجل شوت او الدبل شوت واشوف المكينة هتنزل مياه ولا لا ولو نزلت مياه هشوف بتنزل كمية معقولة ولا لا يبقى انا كده عرفت ان المشكلة يقيمة في البن يقيمة في البسكت ممكن المشكلة تكون في حاجة تالتة الشوار سكرين ممكن يكون برضو مسدود انسد من البن من زرات البن النعمة وده بينسد نتيجة عدم التنظيف بعد كل استخدام او ان احنا نخلي المكينة فترة طويلة ما نشغلهاش برضو بدون تنظيف في الحالة دي هنسد والمفروض ان احنا ننظفه هتلاقوا طريقة التنظيف عندكم في فيديو من الفيديوهات وهحطولكم الرابط خامس مشكلة ممكن تقابلني خاصة ان احنا داخلين على الشتاء حرارة القهوة او حرارة المية اللي طالعة من المكينة علشان ازود الحرارة هتتبع حاجات كتير اهمها ان انا هزود حرارة المكينة نفسها او هتحكم في درجة حرارة المكينة نفسها ازاي اتحكم في درجة حرارة المكينة هضغط على زرار التبخير لمدة 10 ثواني علشان ادخل اعدادات المكينة بعدين هضغط على زرار السنجل شوت علشان ادخل لزرار الحرارة بعدين هاختار زرار التبخير وهو اعلى درجة حرارة الزرار الاول بيبقى اقل درجة الزرار الثاني وسط الزرار الثالث اعلى درجة بعدها بتكون درجة حرارة المكينة زبطت على اعلى حاجة تاني حاجة ان انا لازم اسخن كل حاجة باستخدمها قبل الاستخدام اول حاجة البسكت والبرتافلتر هركب البسكت واحطها بدون بون وهنزل شوية مية من السنجل او من الضبل كده انا سخنت البسكت تاني حاجة هسخن الكوباية اللي انا بستخدمها تسخين الكوباية من خلال ان انا بحطها في مكان التسخين في المكينة فوق المكينة او ان انا بنزل شوية مية من الستيمواند قبل ما استخدمها وبفضي منها المية بكده بتكون الكوباية الى حد ما سخنة وبعد ما زودت درجة الحرارة من المكينة وسخنت البسكت والبرتافلتر قبل ما احط البون وسخنت الكوباية اللي هحط فيها القهوة للسبريسو كده انا بضمن اعلى درجة لحرارة القهوة بتاعتي المشكلة اللي بعدها ان التبخير مش بيشتغل او بيشتغل لعدة ثواني ويفصل علشان اتاكد ان التبخير شغال كويس اول حاجة انا هشغل زرارة التبخير لاحظوا الزرار قاعد يقيد ويطفي بيعمل فلاش او لما الزرار يثبت الاضاءة بتاعته تثبت كده معناها ان المكينة جاهزة للتبخير علشان ابخر هرجع المفتاح للاخر لازم اتاكد ان هو راجع للاخر تماما لان في ناس بتنزل المفتاح وبتخاف انها تكمله للاخر او بيتهالها ان هو للاخر فيبدأ لحظه بينزل بخار بالراحة وبعد كده بيفصل لازم اتاكد ان هو راجع للاخر تماما علشان يشتغل معايا ثاني حاجة بتاكد منها ان الستيم واند يكون نضيف مايكونش في انسداد وفي فيديو انا عملته في القناة برضو هتقدروا تعجعوه وتعرفوه من خلاله ازاي تنظفه الستيم واند لو فيها انسداد او مش نضيفه المشكلة اللي بعدها بعد ما نخلص تبخير ان احنا لازم نبرد المكينة ازاي نبرد المكينة؟ اولا احنا بعد ما نخلص تبخير وبينسيب المكينة حوالي 10 ثواني بيبدأ زرار السنجل والدبل يقيد ويدفي اللي اتنين يعملو فلاش في وقت واحد ده معناها ان المكينة عايزة تبرد بتديك الارم علشان تبردها ازاي هتبردها؟ لو هي لسه ما نورتش ولسه الزرار التبخير ايد هضغط عليه او على اي زرار من الثلاثة وهبدأ ابرد المكينة لاحظوا هي بطلت تنزل مية او تنزل بخار فهي كده بردت هرجع مفتاح التبخير كده خلاص المكينة جاهزة انها تنزل السيبرسو او جاهزة ان انا قط فيها انا كده بردت البويلر بتاعها ممكن كمان يكون التبخير مش شغال بسبب عصاية التبخير او ان يكون فيها انسداد انا فاصيلها خالص ومش بشتغل بها بالنسبة للناس اللي بتشتغل بها المفروض انها هتتأكد ان ما فيهاش انسداد انها هتفك العصاية هتلفها نص لفة اليمين وتنزلها التحت لازم تتأكده ان ما فيهاش انسداد لاحظ هنا معيه في فتحتين فتحة صغيرة وفتحة كبيرة الفتحتين لازم يكونوا موجودين قدامكم ومش فيها اي انسداد لو فيها اي انسداد هحاول ان انا اضافها على الحوض بفرشة فيه ناس كمان بتقابلها مشكلة اللي هي اضاءة زرار التبخير باللون البرتقالي بيكون الاضاءة على شكل فلاش او اضاءة متقطعة ده معناها ان المكينة محتاجة لدور التنظيف انا بزبط المكينة في البداية على درجة المياه اللي انا بستخدمها درجة الاملاح او الصلابة اللي فيها وبعد وقت معين المكينة بتصدر تنبيه انها محتاجة تتنظف من الاملاح فيه محلول بيجي مع المكينة في البداية وتقدر بعد كده انت تشتريه من محلات الصيانة اللي تابعة لديلونجي او تشتريه من اي مذجر او اي محل او متوفر كمان على متاجر الانلاين وعندكو طريقة التنظيف كاملة موجودة في فيديو على القناة واحطتلكو الرابط بتاعه فيه مشكلة تانية كمان بعض الناس كتبتلي عنها وهي ان بعد ما بتستخلص قهوتها المكينة بتفضل تنزل نقط كتيرة قوي من القهوة المشكلة دي في الغالب بتكون راجعة يا اما ان البن خشن جدا فبتبدأ القهوة تنزل بسرعة حتى بعد ما نشيل الكوباية بتفضل تنقط كتير لان مسام البن لسه فيها مياه كتير او ان البن في البسكت يكون قليل البسكت اللي هي السنجل بتاخد معلقة البن حوالي 8 جرام البسكت اللي هي الضبل بتاخد معلقتين حوالي 14-15-16 جرام لازم نتأكد ان كل بسكت واخده كمية البن المناسبة لان لو البن قليل ممكن تصدر معايا نفس المشكلة ضبط الطايمر اللي بينزل فيه القهوة بتاع السنجل او الدبل علشان ازبط الوقت المناسب باستخلاص القهوة بتاعتي احط البن واحط الكوباية وهضغط ضغطة مطولة على السنجل لو انا هحضر سنجل شوت او على الدبل لو انا هحضر دبل شوت هاخد الكمية المناسبة بتاعتي بعد كده هشيل ايدي منع الزرار كده انا برمقت المكينة على المدة دي الاحظ قبل ما اشيل ايدي ان انا بعد ما اشيل ايدي حوالي 3 او 4 او 5 ثواني بتفضل المكينة تنزل لسه ده بيرجع لدرجة طحن البن فانا هعرف المكينة بتاخد معايا كام ثانية بعدها وهعمل حسابها علشان اشيلها قبلها ايه الحاجات اللي لازم نرعيها بعد استخدام المكينة بعد ما استخدمنا المكينة وعملنا القهوة بتاعتنا هنتأكد ان احنا بردنا البويلر ازاي هنبرد البويلر بعد التبخير لازم اضغط على زرار من الثلاثة ولف مفتاح التبخير ونزل كمية البخار لحد ما تبطل بعدها هرجع المفتاح تاني الناس اللي بتشتغل بعصية التبخير او بالستيم واند هتفكها نزلها وتروح تخسلها علشان تحافظ على نظافتها وعدم الانسداد نفك البورتا فلتر ونروح نفضيه من البون ونخسله كويس ونخسل البسكت برضو منعا للانسداد وممكن كمان ننزل شوية مية من المكينة علشان نخسل الشاور سكرين من اي ترصبات او ممكن من خلال بخاخة ونرش الشاور سكرين مرة واثنين علشان ننزل منه ترصبات لو وعاء المية اتملع الاخر هنلاحظ العلامة الحمرة بدأت تظهر هنشيل الوعاء كامل ونروح نفضيه ونخسله وبكده ممكن نكون عدين على اغلب المشاكل او الاخطاء اللي ممكن تقابلنا اثناء التشغيل واللي المفروض نتدخل ونتصرف فيها قبل توجهنا للسيانة اتمنى ان الفيديو يكون في افادة للجميع وما تنساش تعمل مشاركة علشان الكل يستفيد وما تنساش كمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة شكرا المتابعة والمشاهدة في امان الله